وآخر قبل ما نبدأ في القصايد النبوي من آخر المناسبات اللي ألقيتها على مستوى كبير حينما منح الأزهر الشريف خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمة الله عليه رسالة الدكتورة دعيت وكنت السعودي الأول الذي يعتلي منصة الأزهر ليلقي شعرا ماذا حدث من الدكتور ناصر في هذه المناسبة يعني من يمدح في هذه اللحظة نعم لأن هنا في مصر يعني اللي بيجيب الشعر يعني كمن يجلب التمر إلى هجر فكانت لي قصيدة في مصر هذه أولا قبل القصيدة اللي يمكن أنت أشرت إليها فاختار مقطع منها فقلت فيها من مصر من أرض الكنانة إنها مهد العلوم ومحظن العظماء كم من نبي بث نور هداية منها وكم من سادة خلفاء كم من زعيم هز أسماع الورى بفعاله العظمى ومن فقهاء كم من إمام عامل متألق فاضت مآثره على الأرجاء ومفسر ومحدث ومنظر وحكيم أقوال ومن قراء كم من ذكي مبدع متفوق ومفكر ومؤرخ وروائي كم من أديب بارع لبيانه سحر وكم من ملهم الشعراء وعطاء فنان يهز بفنه أرواحنا كم من رموز بناء ماذا يقول الشعر يا من فضلها وعطاؤها كحدائق غنائي مصر العروبة عزنا وفخارنا في المجد في السراء في الضراء مصر الكنانة أم كل فضيلة وزلال حب يانع وصفائي ولي قصايد أخرى لوحان الوقت ليلقائها بالنسبة لما يتعلق بجمهورية مصر العربية ولكن اسمح لي سأفرح سؤالي بقى في هذه النقطة ولكن هناك محطات مهمة هناك لحظات لا ينساها الشاعر حين يذكرها وحين يكتبها في سياق سيراته الذاتية لأن لحظة مهمة جدا يعني أن تقف في المدينة وخادم الحرمين الشرفين الراحل الملك عبد الله يجلس وأن تدخل لكي تنشد شعرا ولكن ماذا حدث في هذه اللحظة ماذا فعلت سيد صدقت هذه القصة التي تفضلت بتذكيري هذه مرة من المرات يعني أن الحمد لله كانت العلاقة وطيدة ولا زالت الحمد لله بولاة الأمر الحمد لله لأن هذا جزء من حياتنا ومن منهجنا حبهم والثناء عليهم والدعاء لهم لكن كنت دعيت في المدينة المنورة وكان خادم الحرمين الملك عبد الله موجود فدعيت لإلقاء قصيدة رحمه الله ورحمه الله ورحمه الله قبل أن أبدأ في مشروع السلام عليك وأنا لمواقف حتى ما خادم الحرمين الملك سلمان يعني بعد إحدى قصائدي في الجنادرية كان معه لقاء وكان يثني ثنان عاطرا الشاهد أن فيما يتعلق بالملك عبد الله هذه القصة لأنك أثرتها فدعيت لإلقاء قصيدة فإذا بي أفاجأ أن الحفل بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم عند المشاريع بداية مشاريع التوسعة فأخذتني يعني هيبة ورعدة قلت هذا الملك وخادم الحرمين وتاج رأسنا الحمد لله لكن هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان فيه صعوبة في الموقف فقلت يكون خير فأعرف الملك وأعرف ماذا يحب فالحمد لله لما وصلت قلت يا خادم الحرمين ونحن الآن على مقربة من قبره صلى الله عليه وسلم هنا على مقربة مننا مثوى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي هذا المكان إن الأولى بالمدح والثناء هو محمد صلى الله عليه وسلم فسوف نتغنى بسيرته وبعض من شمائله فألقيت قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت له في آخر القصيدة فدمعت عينه وتأثر بل دعاني بعدها وأخذ هو يعني يقرأ عليه ويقول لي بارك الله فيك الله عندنا باللغة العامية الله لا يضرك سر بها سرورا كثيرا أكثر من لو أني جعلت القصيدة في مدحه وهذا يدلك أولا على ما في قلبه من الطيبة ثم يدلك على مقام النبي صلى الله عليه وسلم أي زعيم أي إنسان حتى له عنده معاصي حتى له عنده أخطاء حتى له عنده ذنوب إذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كل النفوس تخشع كل القلوب تذعن كل الأرواح تستسلم لأنهم أمام من؟ أمام النبي صلى الله عليه وسلم أمام أعظم إنسان درج على هذه الأرض أمام محمد الذي اختاره الله واصطفاه الله عز وجل فالكل يعني تجد حتى حيانا مر عليه أعاجيب في المشروع صدق أحد